أنا كل اللي أنا عايز أقوله إن إحنا العقاب تاني إحنا محتاجين النهاردة تمت خلينا عرف أدوات العقاب الصحة العقاب الصحة إن أنا أعمل رول أنا محتاج أعمل رول أنا محتاج أعمل رول قانون لبيتي إحنا نتفق قلتي حاجة من شوية كانت مهمة قوي خلينا نتعلم نختار الزمان والمكان في النقاش مع أولادنا إحنا ما بنعرفش لا ما بنعرف يعني إنتي راجع من بيت دلوقتي راجع من البيت مضغوطة مضغوطة مش شغل اه لو سمحتي ما تكلمشش ابنك ولا بنتك دلوقتي مش حصل حيكل فيك اختار الزمان والمكان المناسب نعرف نتكلم فيه مش هينفع النهاردة وإنتي راجع من البيت مضغوطة فتطلعي اللي إحنا تكلمنا فيه ده من شوية في النقاش تطلعي فيه مشكلتك كده محلتيش على فكرة إحنا لسائقين صح صح أنا بقولك صح يعني لو ده وقته أنا راجع شايفة قدامي تبوحارهم ما زنبهم إيه برافو عليك فهنا إحنا كأولياء أمور دورنا إن إحنا ننقي الوقت المناسب على فكرة الوقت المناسب في حياة كل واحد فينا كان نقطة التحول صح لما بتختاري وقت مناسب مع شريك حياتك لما بتختاري وقت مناسب مع ابنك لما بتختاري الوقت المناسب مع مديرك صح بتنجحي صح قوعي تستصغره ولدنا ولدنا كبره ولازم يحترم وهو عنده ست سنين مش معنى إن هو ابني فانا أكلمه في أي وقت ومتاح لها في أي وقت ولازم في أي وقت ولا أنا عايزه أعمله لأ قدي لابن شخصيته من هو عنده ست سنين وخمس سنين احترمه أنا محتاجة أتكلم معاك لما تكون فاضي أتكلم معاك كبر شوية دورك النهاردة دي بناء الشخصية بناء الشخصية من أب وأم بناء الشخصية أنت هنا بتعمل الشخصية الشخصية اللي بتقف قدام مديرها النهاردة حتى رصف الأرض بتقفش تتكلم هو هو نفس الإبن اللي لما على فكرة يعني على فكرة هقول لك إيه ولا إيه؟ هقول لك إيه؟ كان المؤدب بالنسبة لنا اللي مبيقولش لأ كان المؤدب اللي بالنسبة لنا قعد هنا معندوس شخصية وبيقعد ده كان بيتقلو أنت مؤدب صح وده كان يعني إيه؟ الكريمة بتاعت البيت لما كبر وقدي لما كبر بقى يعيني أمه مش هيلاه مسئوليات غير مسئولياته وامراته نفس الحكاية ما بيعافش يقول لأ هنا بعافش يقول لأ هنا بعافش يقول لأ في بيته ليه؟ ينفجر خالص بيطلع الغضب فهو هنا المفاهيم بتاعتنا المغلوطة اللي احنا تربينا عليها معتقدات ومفاهيم غلط مش النهاردة انا بسمح لابني ست سنيني يقول لي لأ اسمحوا ان هو يقول لي عشان لما يكبر يعرف يقول لأ لأ مش عيب الراجل ما بيعايتش الراجل بيعايت وينفع يعايت وينفع يطلع مشاعره وينفع يعبر عن نفسه بلاش اللي احنا تربينا عليه لا يصلح لحياة النهاردة والله يا يحيى كلامك حلو بس انا عايز اقول حاجة كلامك حلو جدا وحاجبني والله جدا يعني انا منتظر الحلقة دي مع المشاهدين مش مشاهدين بس